الله سبحانه وتعالى لم يترك البشرية سدى وإنما بعث إليهم رسله مبشرين ومنذرين ليهدوهم إلى الصراط المستقيم ليقيموا القصط بين الناس قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط ليحققوا العدل في الحياة فالكتاب والميزان الكتاب النصوص الإلهية والميزان المواريس الأخلاقية التي تورثها الأنبياء هذه هي التي تهدي البشرية إذا ضل الناس عنها إذا تركوا هذه الأشياء ومشوا ورأى أهوائهم وشهواتهم واتبعوا شياطين الإنس والجن ضلوا السبيل وكثيرا ما يضلون السبيل وهم لا يعلمون للأسف إذا قد لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون وذقنا لهم آمنوا كما أمن الناس قالوا أن أؤمنوا كما أمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون فالمشكلة أحيانا يضل الإنسان وهو لا يدري أنه ضال هذا اللي بيسموه الجهل المركب أن يجهل ويجهل أنه يجهل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري وهؤلاء الذين قال الله فيهم والذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولذلك كان من أدعان ما ترى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لأنه حالا نزين للإنسان الباطل فمن زينا له سوء عمله فرآه حسن فهذه المشكلة أن يتبين لك الحق من ناحية وتميز بين الحق والباطل بين الطيب والخبيث وبين الهدى والضلال تفرق بين الأمرين بوضوح وبعدين مش بس تفرق ممكن من ناحية العملية بعض الناس تعرف الحق ولكنها لا تتبع تسير وراء الباطل فالأمرين مهمين بعضهما مع بعض الأخت هدى من مصر تسأل هل طاعة الحكام الذين وقفوا في وجه الشعوب ومنعوهم عن نصرة إخوانهم تعتبر من الإيمان وهل هؤلاء الحكام هم فعلا الذين ينطبق عليهم وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم بقيت الآية لو يعني ردت الأخت بقيت الآية قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فهل يؤمن هؤلاء الحكام بأننا رد الأمر إلى الله والرسول إذا اختلفنا نحن وهم يكون عندنا مرجعية وعندنا المسلمون عندهم مرجعية ملزمة وهي مرجعية القرآن والسنة وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فلو أننا عندنا ما نختلف مع حكامنا فأمر من الأمر تعالوا إلى كلمة سوائن بيننا وبينناكم تعالوا نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ولكن هم لا يعترفون بالقرآن ولا بالسنة ولهم مراجعهم الخاصة ولهم أئمتهم ولا يستمعون لآل العلماء ولا يستمعون للحكماء اتبعوا أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله